اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور الذي تضطلع به السلطة القضائية في ترسيخ العدالة وصون الحقوق منوها بانها امانة يتحملها بكل مسئولية ابناء الوطن المخلصون العاملون في السلك القضائي الذين يحفظون الحقوق وفق القانون بما يسهم في مواصلة المضي قدما نحو المزيد من التقدم والازدهار تحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى ايده الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم عن بعد سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعنين نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز حيث اشار سموه الى اهمية استمرار تطوير المنظومة العدلية عبر عمل تكاملي بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية مشيدا سموه بكفاءة سلك القضاء البحريني ومؤكدا على اهمية مواصلة دعم تطوير اجهزته المختلفة عبر الاستثمار في تنمية الكوادر الوطنية العاملة بها من جانبه اعرب سعادة نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبنيه من دعم للدور المهم الذي يطلع به المجلس الاعلى للقضاء ومساعيه لمواصلة المبادرات الداعمة للتطوير المستمر اشتركوا في القناة